شكل الكون أو أي شكل آخر إنما ظهر مثل نسيج العنكبوت سبحان الله يعني الكون عندما قام برصده العلماء خلال أجهزة الرصد الموجودة في الفضاء الخارجي مثل مرصد هبل واستخدموا ما يسمى بي الكمبيوتر العملاق أدخلوا فيه بيانات لملايين المجرات وأدخلوا معلومات حول الدخان الكوني حول انفجارات النجوم حول بدايات خلق الكون حول مجرات ونجوم وسدم كونية معلومات كثيرة جدا وطلبوا من هذا الكمبيوتر أن يضع هذه المعلومات ضمن شبكة ثلاثية الأبعاد فقام الكمبيوتر برسم صورة ظهر فيها الكون بمجراته وكأنه قد حبك حبكا لذلك أطلق العلماء بحثا حول الكون يتساءلون فيه كيف حبكت المجرات والنجوم في هذا الكون حبكت يستخدمون كلمة ويف التي تعني حبكة سبحان الله لو تأملنا القرآن العظيم الذي أنزله الله قبل 14 قرنا أيها الأحبة ماذا يقول الله تبارك وتعالى قال عز وجل والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف الخطاب للمشككين لغير المسلمين الذين يشكون برسالة الإسلام خاطبهم وقال لهم أيها الملحدون أنتم تقولون إن هذا القرآن ليس كلام الله تبارك وتعالى إذن كيف جاء وصف البنية النسجية للكون هذه الكلمة الحبك كيف جاءت في كتاب أنزل قبل 14 قرنا من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المصطلح الدقيق الحبك الذي يستخدمه العلماء اليوم في أبحاثهم إنه الله تعالى الذي حفظ هذا القرآن وقال فيه إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق حقا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة